اشتركوا في القناة ونظمات الداعمة للحوار بين الأديان والحضارات مشيدا معاليه بالفكر النير والنهج الحكيم والرؤى الشاملة لجلالة الملك المعظم رعاه الله من أجل تعزيز مجالات التعايش والتسامح بين دول وشعوب العالم وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن جائزة الملك حمد للتعايش السلمي تفتح آفاقا مضيئة لتأصيل مبادرات جلالة العاهل المعظم أيده الله في دعم السلام وترسيخ الإخاء الإنساني والنهوض بالمشتركات التي تجمع دول العالم وشعوبها لافتا إلى أن الأهداف النبيلة للجائزة تعكس بعدا حضاريا راسخا في فكري ونهج جلالة الملك المعظم